سيد عامر لا رايد مبادراتكم خلال 99 يوم الأولى تحت قبة البرلمان شكراً احنا كتلة النهضة عندما تقدم مبادرات يدرسها خبراء في القانون وفي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية من بين المبادرات الأولى ستكون هناك مبادرة حول تفعيل إنجاز المشاريع الكبرى أي منع التعطيل أي معاقبة أي حلقة من حلقات تعطيل المشاريع ثانياً مشروع قانون حول توزيع الأراضي الدولية على الشباب وعلى المتخرجين والمبادرتين هذوما يستهدفوا بالأساس التشغيل لأن تشغيل الشباب وتشغيل الخرجين مسألة أولوية جداً وهو مصدر مصادر الكرامة ولكنه أيضاً مهوشي بشعارات ينجز وإنما بمبادرات فعلية النقطة الثالثة تتعلق بإعطاء معناها تفعيل جانب التنمية المستدامة خاصة فيما تعلق بمعالجة مشاكل ولاية قفصة ولاية جابس ولاية سفاقز غلق السياب وإحداث معناها بدائل تحترم البيئة والصحة المواطنين وأيضاً في الشأن الجيهوي هناك بتابعة الحال العمل على إنجاز كليط الطب ومعالجة موضوع البيئة في جربة وبناء الجسر رابط بين الجزيرة والجرف وجملة المشاريع الأخرى ولكن أردت أن أختم فيما تبقى من وقت نحن نوابنا يلتزمون بجلسات دورية للتواصل مع المواطنين ومع المجتمع المدني بشكل تشاركي نحن نعمل وهناك آخرون يقومون بتشويهنا بل هناك من يعتمد الآن شركة إسرائيلية لتشويه نواب النهضة هنا في تونس خلال هذه حاملة انتخابية شكرا سيد عامر العريب